سبع سنين فرنسا تحوس عليه ما قدرش تحكمه شبع لهم المرارة شكون هذا اتبع معي حتى الاخر تفهمه من هو اشتركوا في القناة المبعثرة من هنا وهناك حول الزعيم مرعب فرنسا لهو احمد اومري احمد اومري هذا السيد باش نقولكم صراحة منظركم لا صبته اخطاء في التواريخ ولا صبته في كاش معلومات صحوا لي وباش نستفدو منكم نتعلم هنا كثر الحديث على احمد اومري يعني كل واحد وجه داره كثير وكثير وكثير المهم بقي زعيما ولا ينسى في تاريخ الجزائر رغم ان الدولة لم تنصفه سمعتنا فيديو في التلفاز اليتيم الجزائرية ذكروا في دقيقة وين وخمسين ثانية مين با دو مينوت لذلك الحديث عليه يطول وما تقدرش ترطب الامور كما لازم الحال لكن بناء على شهادات وما صبته في الفيديوهات هذا ما كان ولهذا قلتكم سمحوا لي اذا اخطأت يعني صحوا لي واللي قرأت تعليقات رح يستفد وشكون هو احمد اومري هذا احمد اومري عن حسب المعلومات اللي جمعتها كاين من الفيسبوك كاين دي فيديو ديوتو بيتو ولد في قرية اس جمعة اذروم 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 صعمر بلدي تأثف ودو دائرة اواضي ولد يوم 25 اكتوبر 1911 هذا احمد اومري لازم تعرفوا حاجة باللي المنطقة اواضي كامل شاركت في جميع المقومات وساندت المقاومات اللي قبل اللي كانت معا للافظ ما سومار وساندوا مقاومة المقرانين هذا الشي كامل خلت فرنسا تركز عليهم كثر من مناطق اخرين خلت صورة ثورة ثورة كان مناطق اللي وصلتها كان اللي يمدوا برقى رجال لكن مناطق هذيك سهموا قعا يعني هذا اللي خلتهم تركز عليهم مش دير كما قلتكم في الفيديو تعالبارة اللي ثورة المقرانين نحاول الاراضي يعني سوفرتهم تعالصح هذا الشي كامل خلهم يهربوا الجبل يعني يخلوا المناطق السهلية سهول وهربوا الجبل ثم يعني سبع سنين سبع سنين هذا الشي كامل الميزيرية هذي كامل خلت اومارين يشوف باللي العائلة تعوف قد منهم سبع رجال في ثورات السابقة ولهذا خلوا واحد المثل على الميزيرية هذيك ليقولوا فيها وين يفغن اذي السين خلو اذي مقل سفريك نتحمو يعني ليح بيشوف خلو الخالاء يشوف الساحة تعثحمو هايذي يعني بيختصر بالترجمة المهم مما جبت لكم عليه هو انه كان واحد قبل هذا وسمه ارزقي حاجعلي ارزقي حاجعلي هذا من بين الناس اللي خدموا مع احمد وماري هذا السيد هذا ولد في نفس المنطقة في 1943 كان في فرنسا هذا السيد شاف اعلان لانوس لانوس فيلم يعني احكى عليها واحد يعني هذي ادخل الفيلم ادخل باش يشوف الفيلم هذاك في فرنسا ويشوف القبيلي الفيلم بدا من الحركة يشوف باللي هذا الفيلم بدوه داروه الحركة جابوا فيه نسا فرصوهم يعني هذي نسا فرصوهم باش يغنوا وشتحوا في لقطة من الفيلم هاكدا باش يوريوا للناس بالليل الاستعمار هذي هذي سيد حاج ارزقي حاجة خرج بسطولي وطيره على الشاشة اللي يوريوا فيها الفيلم وهرب واتبعوه محكموش ورح المارساي دي رح تدير اكتموه المارساي ومن ها دخل البلد هو من اثعب ذلمومن اثعب ذلمومن دايما في واضية اسمع الناس كيل حقلتم اسمع الناس بلي هدروا بلي كين جماعة جماعة احمث ومري هذي وبعد هذي السيدة الجدرمية والحركة كانوا يروحوا ليمه واخته يدوهم للصاص يعني الكازير ناكدا يعملوهم سوء المعاملة يسقسوهم ووراه وليدكم ولحقوا حتى اعتادوا على شرفهم ارزقي حاجة عليه على حسب الحكاية اللي حكاها هالسيد ليدر الفيلم نلتحق بأحمث ومري وكي اسمع طلب كي اسمع هذ القضية تعبليج ويحسوا عليه طلب من حمث ومري باش يرفقوا للقرية يشوفوهم ويمدلهم ودراهم يعاونهم كاش حاجة هاكدا كي الحق لقاهم في حالة في حالة مرض وفوقر فوقر والميزير يعني هلا يموتوا راح يموتوا يسوفروا وزا تسمع القضية ما عندو ما يدير ما عندوش حاجة ما كان لصبيتر وين يديهم يحوسوا عليه يخبر الناس يخبر الناس يقول لهم لجدرمية سوف يتعرفوا كما يقولوا احنا لقاهم باش يهنيهم بالميزيرية والبهديلة والشارع والمشاكل راح تير عليهم هذا يعني على حسب السيد اللي حكا ليدر الفيلم حاجة مليحة وما تشمليحة لكن حنا نقولوا بلي هو باش يبين الاستعمار الفرنسي بلي والله ما تزيدوا تشوفوهم راكوا سوفرتوا أنا انا اللي قتلتهم باش نوري لكم بلي الثورة راه مستمرة انا ما زلت ضدكم شغل كي شغل واحد يقول هنا هم من الميزيرية وهنا هم ما يكاشوين شي دير هذا بين قوسينا لكل حل نعود نقول له لحمدو مري هذا الله يرحمه حمدو مري كما قلتكم المولود في 25 أكتوبر 2011 في اذف وادو في عائلة فقيرة جدا ككل العائلات الجزائرية لكن عائلته كما قلتكم زيرتهم الفرنسة كثر من كل حتى المنطقة كل شي كياعة لكل حال ادخل بريمير ما تطولش فيها واخرج خاطرش الحال العائلية على زمان وتعرفوا ديجا الحال لتعاوم المنطقة كامل اخرج واخدم يعني خدم راعي على حسين ما حكوا علي واخدم حطاب واخدم مانوذر واخدم حتى في العاصمة وكي كبر ولا الشاب الجان في الوقت هذاك كانت الحرب العالمية نيضة بين فرنسا والمانيا الدوه مسكين باش يحرب معاهم الاحتلال الماني ككل شباب الجزائريين القاروحو سيد القاروحو ما عندو في حرب ما عندو حتى علاقة به وين في منطقة في فرنسا يعني في شمال فرنسا جوهة قريبة البلجية في حدود الفرنسية البلجيكا في منطقة اسمها السودا ألف وتسعمية واربعين هرب الدوه للحبس الحراش هرب الدوه للحبس الحراش عاود ردوه للحرب عاود هرب اطلع للجبل دار كون جماعات وبدأ يرد ينتقم من كل محقور كل محقور في المنطقة هذيك كان على كل حالة اسموها باندي 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 او نور للواء لكن احنا نعتبرها باندي دونر ينتقم من كل محقور في القرية يهجموا يهجم على القياد يختطفوا ولادهم ويطلب دراهم الفدية يطلب منهم دراهم ودراهم هذوك اللي يجيبهم يوزعهم على الزوالية في بلاد قبائل فرنسا يحوس عليه سبع سنين ما يلقاهواش وهو ثاني كان يقتل الادارية الفرنسيين وجميع ليخدم معهم ليتبعهم الحركات الزوافة الى اخرى كان يقسم المجموعة مجموعة اخرى تصدم وتنفذ العمليات وأخرى تتبعهم لتقويتهم كشمكين يزيدوا ويصدموه مثل يعني لكن خبر غير يعني مؤكد منه بتحفظ لكن ما سمعنا ثاني عاود قنعوه كريم القاسم ليلتحق به باش ينظم الى حزب الشعب الجزائري الان نحكي لكم مدد حويج صرات لو في الحرب العالمية هذيك كي كان في الالمان يعني لكل حل سبب متعددة لخروجه ضد فرنسا من بينها هذي كان التيرايير التيرايير هذو هما اللي يدو هما اللي يحربوا الالمان اللي يحقوا حتى وين حروا بعض المناطق اللي احتلتها فرنسا وكانوا يمشي ويمشي ويمشوا اللي حقوا الواحد اللي ودعت شو ومعاهم الفرنسي طبعا الضابط الفرنسي حبو يشربو انتق الضابط هذي قالهم ما تشربوش بالك الالمان داروا لنا فيه السم اتونسيون وانتق واحد اخر قالهم ايا ما عليش نجربوها على الحيصان تعنا العود نجربوها الحيصان وانتق واحد لك الضابط وش قالهم قالهم لا لا الحيصان غالي الثامن خلي نجربوها على ليسان ديجان يعني نجربوه الجزائري الجزائري يشرب لا مت يسمى فيه السم شفتوا الحق الحقرة هايلك ثم وين فقوا وين فقوا باللي كاين بالسفل يهربو من بعد تخزروا بعضهم تخزروا بعضهم وحدي و Installation gehربو من ثورة هاذيك التي نجربه شفقت ما كان يجي يكون عندنا عارفه كنت انطيب له يجي في الليل عند اخويا انطيب ثلاثة ولا اربعة مطلوعات ويديهم معاه كان يقول من اقواله عاهد عاهد ربي عاهد تربي من قتل المرأة مهما كانت بسح رجال ليغلط يخلص وعطيت لنا مثال مثال هاد المرأة وقالت باللي كاينة واحد مرأة جابت جات عند بنتها بمناسبة ازدياد طفل عندها يعني ولتت بنتها وجات ليها ووجابت لها واش اكتب ربي كما اقولوا جازت من طريق اسناون حد طريق اسمه اسناون المنطقة ما نعرفهاش حتى مو الفيديو ما ذكرش هوش المنطقة حتى اسماوتنا عن الناس لان نسى هذي كل اعرضهم المهم للي في المهم اسناون جابت واحد طريق بمهم بدلة الطريق كانت خايفة تتلقى به باش تمشي على طريق اقباله بدلة الطريق وعن بالها كي جازت ما ما تتلقاش به لحقت حتى اثى علي عمران اه ريحت استعفة حتى جا عندها سقساها يا مرأة واش جابك اللي هنا قالت الباب اليانا جيت عند بنتي وين راهي بنتك راهي في اث شفلع قالت المرأة هذيك علش ماجيتيش على الطريق قباله باش تلحقه باش تلحقه لتمك المرأة هذيك واش تقول يا ولدي سكوتبرك يراه وظهر عندنا واحد وسمه حمثومري الله يعطيه الغمة اه تقول يعني دعايت له بالشر تقول اه قالها عاودي عاودي تشوف قالها بان اما لا ايا دوري منها ودوري توت سويت دوري نحلها كامل واش جابت يعني هي كد جوب بياشر جيب الماكلها تجيب واش تجيب لبنتها نحلها كامل واش جابت ورح وزعوه على الناس حوز تمفله وسموه للناس القراب ووزع كامل الماكل عليهم اه قالها لك المعهد شربي اهنا تموتي اه حكيت واحد اه قصة واحد اخرى تقول بلي اه في صراط في هذي في الاربعة نث واسيفة دخل واحد القهوة دخله موراه جذر مية سقساوه اه سقساوه اه سقساوه اه سقساوه مرابط يعني يكون قد يكون ايمام ولا اه قرآن ولا حاجة المهم تمك سقساوه قال هم اه انا ما نعرفوش راكم تشوفوا هنا ما كاشوا دخل القهوة هو كان يشوفه كان يشت قهوة انفاس لهم قال اه والسيد اللي حكاك قال كنت نترعد وهو كان التم قدامهم يشرب القهوة اه بعد شافوا هاكذا ورحوا لجدرمية اقتل بزاف الجدرمية هم ذو مري اش حال من جدرم يقتلوه في اغيل نزعفل اغيل نزعفل هذين نتمنى ان شاء الله اللي شافوا هالكلمات يسمحوا للمنطقة هاش مليح يشوفوا وين جاي المنطقة هذيك مكان مفترق الطرق احكاة قصة واحد اخرى تقول باللي كان ناس هذيك اللي رفدي نسلاحيتو لما انيش عرف مفهمتش مليح تالفيديو لسومة جي مليح تقول لرجال اه كانوا قاعدين شعلوا النار وطلع اه هو طلع مطريق اه شاف النار كي شاف النار مبعيد سيسور مو هذو يكونوا الناس اللي يعسوا عليه باش يقتلوه ولا يكونوا سيسور مو من الجماعة هذو كذوك تشوفوا للاسويد يقول ما بعدش كي شافوا من بعيد اخرج ليهم وشعلهم تري سيتي ديرك تلوجه تري سيتي ديرك تلوجه كي الحق عندهم سقسهم وشاركوا تديرو هنا سكتو كامل جوابوني وشاركوا تديرو هنا انطقوا واحد واسموا مسعود وشعفان وقال يبدي والله احنا احنا ارانا عايش نطلبو الخبزة وعايش نعيش اولادنا و لا را كنتا احمدو مرين وروح الله سهل عليك في الامان وضمان لما كنتا وروح سمحنا وخلينا قلكم قلت بلي سيد احمدو مرين ارفع واحد اللحصة هكذا وخرب في النار اللي كانت شعلا عندهم وقالهم وروحوا للدار ومن داك نهار اللحقوا للدار كي لي قال منهم كنا كنا يعني كي لي بل تحتو حاشاكم حاشا قدركم من الخوف تا احمدو مرين كل هذه القصص نتمنى نكون يعني ان شاء الله افدتكم ببعض المعلومات ونعاود نتكرر مرة اخرى باللي احمدو مرين ليس شخصية ارلالوا كي ما راهم يقولوا المهم السيد كانت نهايته سيئة بلا ما نحكي لدي طيب رسكو راح يطول الفيديو قتلو في 17 فبري 1947 وهو في عمره 36 سنة الله يرحمه اللي قتلو هو صديق تاعو بطواطع سلطات الفرنسية محوسوا عليه ملقوش لازم يلقوه العفسة المهم اه خدمو واحد خدموه وعرضوه للمكلة باش ياكل اطعام سيكسو وكي كان قاعد كان قاعد ديا كل السيد اللي كان معه اعلق البندقية تعوه على الجدار وهو كان قاعد راح جابت عام والسيد اللي كان معه ولي قتلوه ارفد سلاحه وتيرا عليه وتيرا على صاحبه قتلو سير بلاس اه هو تيرا عليه لكن الكوراج اللي ما قاسوش مليح ارفد بيستولي تعوه حمد وماري ارجعت ارتيرا عليه بليسه برك لكن هذاك فرغ شارجور كامل في حمد وماري حمد وماري كان رجل ينحي من الاغنيات ويمد للفقراء الجميع اللي كانت عنده دراهم الجميع اللي عنده دراهم يروح ينحي لهم دراهم ويمدها الزوالية معميرين اه حتى للجزائريين حتى للقبائل المهم يكون اه يشم فيك الريحة بركة تاع باللي راك عندك شوية علاقة مع فرنسان اه ما كاش ما كاش وبين قاوس سير زيد دنسيد ما قلت لكمش هو اللي كان هو شخصيا اللي كان ينفذ العمليات للناس اللي يجيبوهم كان يذبح اه اه ينفذ اللي يقتل يعني بطريقة يعني جهادية والا بطريقة جهادية هو شخصيا ما كان حتى واحد اللي كان يدير الناس انا هذي حكتها ليمع على كل حال اللي هيتطول في عمرها كان تقول لي باللي كي يخرج حمد وماري كي يخرج حمد وماري الناس كامل تهربة وخرجها 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 وقلوا يسمعو به شافوه يعني فريمون اه شي هذا كامل الرعب هذا الزرعات وفرنسا في المناطق في الناس اللي كان يقتالوا وخرج القانون الى خيره لكن الشعب كان متعاطف معه وكي هو كي مجموعة تعوم كي ما ارزق الباشي اللي حكيتكم عليه البارح جميع نطلب من جميع اللي عنده شهادة او اللي عنده معلومات اكثر من هذه المعلومات لمدتها لكم يزيد يزودنا يزودلنا بمعلومات ولكن نحب واحد يتصل بي مثلا باش نزيد ونديرو معلومات ادق عليها مرحبا أكثر من جميع اللي حباب ونديرو أفريديس كاميل ذنمرو نطسطس